مبارك أكيدا يا كابتن هايسم لنجمات النادي الآلي الحقيقة يمكن مجهود كبير جدا ويمكن مجهود بوزل خلال الفترة اللي فاتت بقية الكابتن علي هاشم اللي مبارك له الحقيقة عمل دور كبير وعمل مجهود كبير جدا يا رب إن شاء الله القادم يكون أفضل ليه يا نادي الآلي ومستمرين معاك كمان ممكن معايا واحدة من نجمات النادي الآلي جنة مستمرين يا جنة طبعا مجهود كبير جدا الموسم ده بالنسبة لكم البطولة التحديدة ويمكن كمان حققت السلسية وده عمر مهم جدا بالنسبة لكم وبارك لكم وبارك لكل العيب تنادي والله يبارك فيك مرسي شكرا وليلي الصعوبة ازاي بالنسبة للمباراة دي وبالنسبة كمان للبطولة بتاعت المنطقة شايفة الصعوبة ازاي قدلت تتحدوا بعد ازاي انتوا تتحققوا هذه البطولة الصعوبة ان احنا فرقة جديدة فينا اصابات كتيرة قوي كازا حد فينا بيلعب مصاب نقصي الناس كتيرة قوي لسه بنحاول ناخده على بعض ونبند مع بعض بس الحمد لله يعني بنحاول بسرعة ان احنا step by step نقرب عشان زي ما احنا وعدنا بجمهور ان احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات زي السنة اللي فاتت ان احنا نكسبها السنة دي وان شاء الله يعني ربنا يوفاهانا وانقدار نعمل على قدة يعني مجهودنا واتعابنا وننوفي يعني بعدنا يمكن في تدعمات مميزة جدا من نشاط رياضي بالنسبة لكم كمان المحترفة الامريكية يمكن العناصر كمان مميزة عندنا شاباب وعندنا خبرة وعندنا مجموعة مميزة جدا يعني المجموعة دي اكيد لها تأثير كبير وليها روح كبيرة جدا مع البطولات اه يعني الحمد لله اه المحترفة كويسة اوي دخلت فيها على طول روح النادي الاهلي كل الصفاقات دخل فيها على طول اه بنبند اه يعني لسه في ملعب مش واغنين على بعض اوي بس step by step كده بناخد على بعض بس بارة ملعب احنا بقينا باند قرابين جدا يعني كلنا كلنا زي بعض قرابين من بعض والحمد لله يعني ان شاء الله نقدم اداءات احسن من كده ونفرح الجمهور باداءنا ويبقى مبسوط بينا يعني الله يبارك فيك مرسي